يعني حقيقة من القصة المؤثرة التي حدثت واحد من الشباب وصل لمرحلة إلى أنه يعني أنكر الجنة والنار فبلغني يعني أحد من كان يعني مهتمبي نقاشه وتحدث معه قال إحنا ناقشناه وتحاورنا معه كثيرا لكن هو مصر على ما هو عليه وطلبنا أنه يلتقي معاك فهل هناك إمكانية أن يلتقي معاك وكذلك قلت حيا الله بالعكس يتفضل فهذا الشاب جاء وجلس فقلت له طيب إحنا الآن ليش ما تخلي الله سبحانه وتعالى يخاطبك الله سبحانه وتعالى يخاطبك لليش أسويه واتل له هذا القرآن الكريم افتح المصحف على أي مكان لأنه ما في شيء اسم صدفة بالقرآن كلام الله كله عجاز واستشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك وكذلك يعني من النقاط المهمة ترى القرآن الله عز وجل جعل فيه خاصية الهداية يعني الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي هو نفس القرآن الله عز وجل جعل فيه خاصية التي يكون فيه الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي لو تلاحظوا كثير يعني مثلا غير مسلمين اسمها القرآن يهدأ قليلا يعرف ماذا يريد الله عز وجل ما هو المعنى يدخل في الإسلام الشاهد في المضوع هذا الشاب فتح المصحف فوقعت عينه على قرور الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين أولفهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رأت وضاقت عليهم أنفسهم وظن ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه إن الله هو الدوار قال خلاص وصل قال لي إحنا مجموعة دخلنا كده في أفكار إلى أن وصلنا بإذكار جنة والنار وبعد ما أنا قرأت هذه الآية خلاص أنا أتوب الله عز وجل وأستغفر الله عز وجل فشوف يعني لا يعني ما جينا ناقشنا عقليا وكذا وبعده طبعا الإنسان نناقش مطلوب منه لكن كيف إلى إن القرآن يعني عمل فيه يعني تغير في قلبه إن هذا القرآن يهدي إليكي هي أقوة ترجمة نانسي قنقش